أولا اللي شايفين صورته ده مش نائل لأ ده أخوه التوأم شادي وكان شادي ده عايش في أمريكا وأول ما حرف إنه أبوه وأخوه قتلوا رجع إلى مصر عشان ياخد حقهم من اللي قتلهم وحبيش أول ما وصل ليه خبر موت ابن أحمد فضل يكسر كل حاجة حواليه لغاية لما عم كامل قال ليه إنه إخده وقال ليه عم كامل إنه أحمد مش غالي علي لوحده لا ده كان غالي علينا كلنا وبعد كده حبيش أول عم كامل لم يمع رجاله وسلاح كثيرة قوي وبعد كده راحوا طلوا على مصر على طول عشان ياخدوا حق أحمد ابن حبيش أمي شادي اللي قتلوا هو ومارته أميرة وبعد كده حبيش أول ما وصل هناك حصل اشتباك كبير قوي ما بين رجالته ورجالة شادي ابن صروة الوزير وفي النهاية رجالة حبيش أخلصوا على رجالة شادي كلهم وبعد كده حبيش أقتل شادي ابن صروة الوزير بالرصاص لغاية لما مات حتى هو وميت فضل يضرب فيه بالرصاص حبيش أ لغاية لما قال لي يا عم كامل إنه الضربة في الميت حرام فراح رد حبيش أعلى عم كامل وقال له سبني يا عم كامل الكلب ده قتل ولاد الاثنين أحمد ومعاز سبني يا عم كامل وبعد كده عم كامل قال طيب يلا بينا يا حبيش أقبل ما الحكومة تاجي يلا بينا يا ولدي وبعد كده حبيش أقبل هربوا هما ورجالتهم قبل ما الحكومة تاجي ومن هنا ينتهي هذا المشهد عزيزي المشاهد لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لتدعمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته